بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال مهم مين هو المريض اللي يباح له الفطر في نهار رمضان عموما وعلى وجه الخصوص مريض الكلا والمسالك البولي في الحلقة السابقة قلنا ان الصيام نوعين صيام شرعي من الفجر حتى غروب الشمس وصيام طبي من بداية الجوع والعطش لأن الشخص اللي بصوم 13 ساعة من الفجر لغاية المغرب هو مش جعان طول الوقت ده كله ولا عطشان طول الوقت ده كله ليه لأنه هو لو أكل في السحور قبل أدان الفجر بدقائك مش هيجوع قبل 5-6 ساعات يبقى 5-6 ساعات دوله هو مش محتاج يأكل أو يشرب ومش هيأكل ولا يشرب حتى لو كان في غير رمضان يبقى بقى يقدم من 13 ساعة 7 ساعات أو 8 ساعات هل الجوع أو العطش 7 ساعات أو 8 ساعات يضر الجسم في شيء؟ لا لا يضر الجسم في شيء بدليل أنك بتنام أدهم بدليل أنك ممكن تمر عليك أيام ما تكلش وقت أد كده وأطول يبقى ده وقت بسيط جدا يتحمله الجسم والجسم يتحمل عدم أكل وعدم شرب أيام في الضرورات مثلا يعني فحنا بنقول من هو المريض الذي يباح له الفطر؟ طبعا بداية مين اللي يقول للمريض أنه يفطر؟ الشيخ؟ حيروح المريض للشيخ يقول له لا 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 أنت اسأل طبيب لأن الطبيب أهل الذكر في هذه المسألة طبعا حيروح للطبيب أي طبيب أي طبيب تختار؟ إيه شروط الطبيب الذي يبيح الفطر للصائم؟ الطبيب شروطه الطبيب اللي يباح له أن يفطر الصائم لازم يكون مسلما طبيب مسلم اتنين يكون هو أصلا بيمارس الصوم هو بيصوم عنده درجة من التقوى والصلاح وتعرف إزاي بغلبة الظن يعني أنت مش هتروح تقول له أنت بتصوم أنت بتصلي مش هتعرف دي يعني ما لكن أنت خلاص غلبة الظن عندك أن الراجل ده بيصوم بيصلي راجل دكتور راجل طيب وخلاص وده بتسأله وبيجيبك إن شاء الله رقم ثلاثة يكون متخصص في الجزئية اللي بيشتيكي منها المريض يعني مثلا دكتور حاجة في الكلة يبقى دكتور مثلا الكلة والمسالك البولية حاجة في مثلا في القلب يبقى دكتور القلب وهكذا يعني ما نروحش لتخصص مغاير لأن كل واحد بيفهم في تخصصه فقط الحاجة ربعة أن يعتمد الطبيب على قراره على أبحاث طبية يعني مثلا لما مريض يروح للطبيب يقول له أنا ما بقدرش همشي وما بقدرش أصوم يقول له أنت خلاص تفطر يبقى ده يعني لأ لازم يقول له أنت إيه اللي بتشتيكي منه كذا 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 يقوم يشوف الموضوع ده يتأكد من المعلومة الطبيب يقول له اعمل الأبحاث الفلانية ويجيب له الأبحاث يلاقي الأبحاث طبيعية ويقول له لأ أنت تقدر تصوم ما يقول لهش كده على مجرد كلام ممكن هو مش عايز يصوم وعايز يقول لك أنا الدكتور قلي مثلا الأمر الخامس أنه هو الطبيب يعلم أن قراره ده قرار مش سهل لأن ربنا قال فمن شهد منكم الشهرة فليصم هذا أمر إلهي أهو فمن شهد منكم الشهرة فليصم أمر وبعدين قال ومن كان منكم مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخر يبقى الطبيب هيحدد المريض بقى يبقى هل المريض ده يقدر عنده مبررات أنك أنت أيها الطبيب ربنا قال يصوم لأنه مثلا فمن كان منكم مريضا فمن شهد منكم الشهرة فليصم تقول له يصوم وانت ربنا قال له يصوم وانت هتقول له لا ما تصومش علشان عندك مشكلة صحية قد تزداد مرض قد 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 إلى آخره يبقى الطبيب لازم يستشعر عظمة هذا الأمر وأهميته يعني مش يقول كده من غير أبحاث ومن غير دلائل ومن غير فحص ومن غير ومن غير ومن غير ده شروط الطبيب وبنقول للمريض أي واحد أي واحد يروح لدكتوره يقول له افطر رأيي أنا الشخصي نصيحة نصيحة بتتضمن شوية حاجات بسيطة يجب على كل مسلم أن يعلم أن ربنا ادى له عدد محدد من الرمضانات في عمره بعدد سنين عمره بعد البلوغ يعني اللي حيعيش مئة سنة له خمسة وتمانين رمضان بعد سن البلوغ يعني هو طبعا كان طفل مش مكلف أو مئة رمضان إذا حسبنا كل الرمضانات اللي حيعيشها أي رمضان يعني رمضان اللي احنا فيه ده أحد رمضانات عمرك لن يعود إلى يوم القيامة خلاص لن يعود إلى يوم القيامة يبقى أنت ما تتساهلش بأنك يعني تضيع أيامه وتضيع لحظاته اغتنمه اغتنمه في الذكر والطاعات وإلى آخره طبعا لو في حاجة عندك مشكلة طبية تستدعي أنك ما تصومش الدكتور حيقولك وجسمك أصلا حيقولك حتلاقي نفسك مش قادر وبتتعب وإلى آخره جمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا جتنبت الكبائد ده فرصة منحة من المنح الإلهية على المسلمين يبقى أنت تغتنمها يبقى أنت تغتنمها تعرف إن ده أحد رمضانات عمرك تغتنمه ما تفرحش إنك الدكتور بيقولك افطر لا الحاجة التانية الحاجة التانية طب أنت يعني دكتور قالك افطر وإنت عايز يعني تبقى متمكن لدينك بقى واخد بالأحوط وكذا اسأل واحد رأيي تاني ورأيي تالت أنا بنصح كده حتى في العمليات الجراحية بقول إذا تقرر لك أو لأحد ممن تعقول عملية أي نوع من العمليات الجراحية مناظير جراحة في أي تخصص فخذ رأيا ثانيا وثالثا وجنح للأيصر ليه الطب مدارس والدين مذاهب تب إذا كان ده في العمليات فما بالك بالدين والصيام اللي هو فرض ربنا خذ رأيي واحد تاني وواحد تالت ثلاث قالوا لك افطر يبقى حرام تصوم لو قالوا لك افطر حرام تصوم لكن واحد قال لك افطر واثنين قال لك صوم يبقى أنت تحتاط لدينك فهذا أفضل لأن طبعا دي فرص ومنح والحديث قال إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها فإن من أصابته نفحة منهن لا يشقى بعدها أبدا في الحلقة القادمة إن شاء الله سنتحدث عن الأمراض التي تبيح الفطر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته